مخنوقة ليس في الحديث فقط بل وفي الظروف التي تعيشها الطفلة دعاء نازحة من محافظة الحديدة إلى مدينة تعز حيث تقيم مع أسرتها في مدرسة علي بن أبي طالب وسط المدينة طوال السنة تقيم الأسرة النازحة هنا حيث تقاسي ظروف العيش لكن هذه الظروف تشتد عليهم في فصل الشتاء وهو موسم لا يستطيعون مواجهته في ظل افتقارهم لأبسط الإحتياجات في هذا الفصل تعيش أسرتان تتقاسمان المساحة والألم وفي الفصل المجاور ينام أربعة إخوة بغطاء واحد معاناة تتكثف فصولها هنا حيث لا أحد يمد يد العوني لهؤلاء أو يسهموا في تخفيف أوجاعهم في هذا الحي القريب من موقع إقامة النازحين وتحديدا في مقبرة بئر باشا تعيش عدد من الأسر المهمشة أيضا إذ لا يحدث أن يزاحم الأحياء الأموات سوى هنا في مدينة تعز حيث وصلت المعاناة ذروتها في هذا الفصل القارس سملك بالله يصلي وارجع تحت الكنابل تقول ما هو من كنابل مشمتين شمات مهرمتين لا معانا كنابل سعى الناس لا معانا بيس سعى الناس لا معانا مخيمة سعى الناس ولا حايتمد هنا بأي حاجة خاصة مع هذا الغلاء إذا قد ترى تشتري الولد كبدلة حق البرد البدلة توصل إلى 10 ألف و 12 ألف موسم شتاء جديد يضاعف معاناة 42 ألف أسرة نازحة في تعز بحسب إحصائية لمكتب التخطيط في المحافظة فيما بلغ عدد النازحين في اليمن أربعة ملايين نازح ثلاثة ملايين منهم بحاجة إلى المساعدة العاجلة ومع استمرار الحرب والتصعيد العسكري لمليشيا الحوثي تزداد أعداد النازحين وتتفقم معاناتهم وتتسع في العراء وبأماكن لا تناسبهم للعيش يضطر هؤلاء المواطنون لمواجهة هذا الشتاء وحيدين وغير قادرين على توفير ما يقيهم موجة البرد حتى وإن لم يفصل بينهم وبين مباني الجيران شيء على خالد قناة بالقيس تعز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر